موسيقى لا يتناسب مع حجم الأعمال الجسور مشاريع عملاقة ما يكن مشاريع عملاقة أربع خمس موظفين أو أربع خمس عمال يشتغلون بها إضافة إلى ذلك فأن غياب مراقبة تنفيذ المشاريع حسب قول الشارع الموصلي من أبرز أسباب تلك العمل بالجسرين الرابع والخامس الرابع والخامس الأعمال مالة جدا مطيئة الخلل بالجهات المعنية المتخصصة للطرق والجسور هي المقاة مراقبة مننا مراقبة العمل مالتهم لو كانت أكو مراقبة عمل لو كانت أستكملت الجسور مالتنا كل هذا كما يشكل غياب فرض غيرمة تأخيرية على الشركات المنفذة في عقود الإحالة علاوة على العوامل المذكورة سابقا أحد العوامل المساهمة في تلك أعمار المشاريع بشكل عام في مدينة الموصلة من عينطون المناقصة ليش ما يفرضون عليهم غرامات تأخيرية تمثل الجسورة في مدينة الموصل العامود الفقري لقطع النقل في محافظة نينوى فهي تربط بين جانبي المدينة الأيمن والأيسر وفي ظل استمرار غلقها أمام العجلات بسبب العمل الجاري بات الزخمة والابتضاض ليس فقط في ساعات الذروة بل على مدار اليوم السمة الأبرز لحركة السيرة طبعا يأثر علينا جدا يأثر ازدحامات يعني الصباح أنا بالنسبة لي أنا محلي أنا بهذا الجانبي الأيمن أطلع من الوقت من وراء ازدحام ما جسر جسر رابع جسر حيوي أقوى جسر بالموصل الرابع والخامس وهي جسرين ثلين متعطلين تجاوزت مدة العمل بالجسرين الرابع والخامس الفترة المحددة وقد طالب الأهالي الحكومة المحلية ومديرية الطرق والجسور بإلزام الشركات المنفذة بالإسراع بإنهاء العمل وتسليم المشروعين الحكومة المفروضية المتابعة من البلدية من السيد المحافظ نحن نطلب من السيد المحافظ يعني إسراع بالعمل هو يكون جدي بالعمل أو سحبي مشروع الجسرين من الشركات الحالية وإحالتها إلى شركات رصينة إلى ما بهذه الشركة أفصخ العقل شركة أجود كان شركة أضبط أنه أسرع تشتغلها تمثل الجسورة في مدينة الموصل حلقة الوصل بين جانبي المدينة إلا أن تلك إعادة أعمارها عرقل مصالح المواطنين وعمليات الأعمار وعلى الحكومة المحلية في نينوى ومديرية الطرق والجسور توجيه انذارات للشركات المنفذة وإلزامها بوضع تاريخ محدد لتسليم الجسرين أو فسخ العقود وإحالتها لشركات رصينة مراعاة لمصلحة المدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر